موسيقى الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجع الحزن إذا شئت بكرمك وجودك وجاه رسولك سهلا سهل لنا أمورنا وأسر علينا كل أمن عسير اللهم آمين آمين المشاهدون الكرام الأحباب الأعزاء نرحب بكم في هذه الإطلالة الجديدة التي نعيش فيها مع معلم من معالم الدين الله عز وجل بنى الأسرة في الإسلام على المودة والرحمة المودة والرحمة بين الزوجين هاتين المعلمتين من معالم الدين التي لا يقوم بناء الأسرة إلا عليهما قد تطرأ على الأسرة بعض الخلافات بين الزوج والزوجة أو بين الزوجة وزوجها هذه الخلافات لا بد من مختص لحلها لا بد من إجراءات لحلها لا بد من خطوات عملية لحلها وكأنكم تسألون إذا حدث خلاف بيني وبين زوجتي ماذا أفعل؟ إذا حصلت بعض المشاكل بيني وبين زوجتي ماذا أفعل؟ إلى من ألجأ؟ رشدت عملية أصرفها لك لأي مشكلة من مشاكل الخلافات الزوجية وإن شاء الله تأتي بحل قبل أن تذهب إلى المأذون بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من بين قوسين لغة حوار بين الزوجين لا يحسن بين الزوجين أن يكون صامتين على أي مشكلة أي مشكلة تحدث بين الزوجين لا بد أن يتواصلوا لفظيا بينهما قبل أن ندخل إلى المرحلة اللاحقة المرحلة اللاحقة إذا لم تحل المشكلة بين الزوجين بالألفاظ الله عز وجل يقول لنا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما معنى الآية بلغة بسيطة مبسطة أن الزوجة تدخل بعض الأقارب أقاربها هي أو أقارب الزوج والزوج أيضا يدخل بعض الأقارب أقاربه هو أو أقارب الزوجة يقولون عندنا مشكلة أرجوكم أن تحلوها لنا هذه المرحلة مهمة جدا إذا دخل أحد أطراف النزاع من أهل الزوج ومن أهل الزوجة لا بد أن يكون عاقلا راشدا هذين الشرطين من أهم الشروط لمن يتدخل في حل النزاعات الزوجية إذا حلت هذه المشكلة بين الزوجين طلافظا بينهما وبين الآخر كان بها إذا لم تحل الله عز وجل قال لنا في صورة النساء فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أي حد يتدخل من أقارب الزوج أو أقارب الزوجة يأتون يجلسون بحول يحل مشاكلهم فيما يتراء فيما بينهم في ظل المودة والرحمة التي أنزلها الله عز وجل على هذه الأسرة ولكن من يتدخل في حل المشاكل لا بد أن يكون إنسانا عاقلا راشيدا عاقلا راشيدا حتى يستطيع أن يحل حتى يستطيع أن يجد حلا لأي مشكلة تطرأ بين الزوجين جلسوا وحلوا هذه المشكلة فبها ونعمة وإلا فلابد أن يلجأوا إلى المرحلة الثالثة قبل أن يذهبوا إلى المأذون المرحلة الثالثة لا بد أن يتواصلوا مع دار الإفتاء المصرية وعندنا مراكز متخصصة لحل أي نزاعات زوجية بين الزوج والزوجة وكأن سائلا أيضا يقول عندما أريد أن أتواصل مع دار الإفتاء المصرية لحل أي مشكلة أو نزاع زوجي أو أسري ماذا أفعل؟ عندنا طريقة من ثلاث الطرق تستطيع بها أن تتواصل مع دار الإفتاء المصرية لحل أي مشكلة زوجية بين الزوج والزوجة أو أي نزاعات أسرية داخل الأسرة المصرية أول طريقة وأسهلها أن حضرتك تأتي إلينا في دار الإفتاء المصرية حضوريا سواء في الفرع الرئيسي في القاهرة أو في أي فرع من فروع المحافظات أو تتصل بنا وهذه الخطوة الثانية على الرقم المختصر 107 أمناء الفتوى يجاوبون عليك ويشدونك لحل أي مشكلة أو نزاع أسري وكأنك في دار الإفتاء المصرية أو تستطيع أن تدخل على الموقع الإكتروني أو التطبيق الإكتروني الخاص بنا تكتب سؤالك وأمناء الفتوى يجاوبونك كأنك في دار الإفتاء المصرية هذه المراحل الثلاث التلافظ بين الزوجين إدخال حكم من أهل الزوج أو حكم من أهل الزوجة أو اللجوء إلى دار الإفتاء المصرية عبر أمناء الفتوى إن شاء الله كل مشكلة من مشكلات الزواج محلولة ولن يلجأوا إلى الطلاق ولن يلجأوا إلى النزاعات الأسرية نسأل الله عز وجل أن يبلغنا مراده وأن يرزقنا مصاحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ألقاكم في إطلالة جديدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته